اشتركوا في القناة لذلك لازم نراجعها يدويا فلذاك بين فترة وفترة نرجع نراجع التعليقات من جديد يدويا وناخذ بعض الاسئلة ونجاوبها في فيديو خاص على قناتنا ومن هذه الصراحة جمعنا فقط الاسئلة عن كاسل الكراش لان بالنهاية صار طلب شوية على اللعبة وهناك اسئلة تخص اللعبة فجمعنا فقط الاسئلة اللي تخص لعبة كاسل الكراش وراح نجاوب عليها ان شاء الله في هذا الفيديو خلوكم ايانا ويلا بينا طبعا مثل ما تشوفون الاسئلة كتبت هنا بورقة طبعا الخط مالي تعس طبعا تقدم تشوفون حتى فيه هنا اول سؤال كان فيه زيادة فاضطرت انه احطها فيه الاعلى انه اكملت الجواب طبعا اخويا ثوار سوريا عنده سؤال ينسألنا ياها ويقول انه الاول يقول للاخ شو اسماء البطاقات في القلعة سبعة وثمانية صراحة ما ادري شين هذا السؤال يعني ما يحتاج انه تسأل يا اخي يا حبيبي اذا تريد تعرف شيني الاوراق اللي موجودة في سبعة وثمانية فتقدر العادي عادي انه ترجع كذا وتروح على القلعة سبعة وثمانية الاقلاء اوراق الموجود في قلعة السبعة اتوقع هذه قلعة السبعة وهنا هي القلعة وهذه القلعة ثمانية مثل ما تشوف امامك اذن هي الاوراق اللي موجودة واتوقع انه اخر قلعة هي القلعة رقم تسعة فرقم تسعة هي ما بها ولا ورقة مجرد ان توصلها لكن من توصل وتعبر الى 3800 راح تدخل بالماستر هنا يكون انهينا اول سؤال للاخ فالاخ الثاني يقول السلام عليكم نزل اليوم فيديو عن كاسر القراش ان شاء الله نزلنا ويقول انه يشرحلنا الالماس وخطط القلعة ستة طبعا هو اخر تحديث للعبة يعتبر اخر تحديث للعبة طبعا هي اللعبة بين فترة وفترة يصير بها تحديث لكن التحديث فقط لاجل الموسم يعني يدخلك الحروب الموسم لكن نقدر نقول انه هذا اخر تحديث للعبة بشكل عام انه اضافوا بها الالماس لو تجي تريد تعرف شنو الالماس او طريقة العمل به فتجي هنا تجي على هنا تدخل على الخطط تلقى هنا العلامة مكتوب عليها تشكيل مثل ما تشوفون هنا قادة اشير لكم عليها تلغط على التشكيل راح تلقى هنا الالماس امامك هذا الالماس تستفاد برافع مستوى البطاقة من غير فلوس بدل ما تدفع ذهب لاجل انه تطور البطاقة راح تدفع الالماس اللي قاعد يجيك مجانا عن طريق اللعب باللعبة وينطيك كل تقريبا شهر راح ينطيك مجموعة من الالماس مثل ما تشوفون انا مجمع كثير الالماس السبب انه انا ما قاعد اصرفها صراحة ما قاعد استخدم الالماس انا باللعب اعتمد على مستوى البطاقة اللي هو موجود باللعبة مثل ما تشوفون تقدر اي بطاقة مثلا تجي تضغط عليها وتقوم وتجي هنا ترفع مستوى البطاقة مجانا لكن المشكلة هذه انه تطول فترة 24 ساعة يعني يوم واحد فقط ترفع بي البطاقة وورا هذا اليوم راح تنزل البطاقة مستوى طيب عندنا واحد اسمه فراري رينج روفر الصراحة هو كاتبها بالعربي روفر المفروض روفر هو كاتبها بالعربي هذا اسمه مثل ما تشوفون راح يطلع جواه فيقول لك از يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمك شنو انا محمد حياك الله اخويا محمد اخوك مهند من قناة مقامن يو طبعا داما اقولها بداية القناة والمفروض انه اقولها بكل فيديو لاجل انه ما احد يجي سألني يقول لي شنو اسمك لكن جدت عدي العادف دائما اقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا وسلم بكم في قناة مقامن يو اليوم عندنا هالشيء فانسى انه اذكر اسمي طبعا هذا تخلف من عندي لكن سامحوني المفروض انه انا داما اذكر اسمي فاسمي مهند العراقي تقدر تقول لي مهند العراقي واخويا يشتغل بالقناة اسمه مصطفى العراقي وايضا هناك بشرة انه راح يجي واحد ايضا معنا راح يشتغل بالقناة اسمه محمود العراقي راح تقولوني السبب انه فقط عراقيين لاننا اخوة عرفت كيف دالنا اخوة راح يكون فقط عراقيين ننتقل الى اه الاخ فاروق اخ فاروق اسمه فاروق يقول ما قدرت احملها على الجوال الصراح يا اخويا ما قدرت اتحملها على الجوال واضح انه جوالك ممتلئ اه رد نخلص التعاليق التعاليق جمع تعاليق تعاليق يا الله التخلف رد نخلص التعليقات مالتكم بشكل سريع لجل ما نطور الفيديو فخلي ناخذنا هذا التعليق الاخير او مو الاخير ناخذ هذا التعليق بعدين نلعب لعبة امامكم وبعدين نرجع الى التعليقات من جديد وهناك تعليقين اخرين وبعدها راح ننهي الحلقة طيب عندنا واحد اسمه رابيه رابيه طبعا رابيه رابيه لذاك كتبت عليه طيب لو بتشوفه هنا كذا امدري اذا كان واضح ولا لا كتبت رابيه وفقه الس 2 لان صراحة ما في مجال الورقة صغيرة وكتابتي كبيرة فما عندي مجال انه اكتب اسمه فكتبت رابيه الس 2 لان هو مكرر اسمه فيقول لي اعطني اسم القبيلة واخفض من دروع القبولة طيب يا اخي صراحة اسم القبيلة للاسف انا صراحة هي قبيلة تابعة للقناة لكن انا تركتها لعدم التفاعل فيها فذات ريدة صراحة تكتب عليها مو جامي نيو وراح تطلع لك هي اسم القبيلة لذلك انا احتاج قبيلة اللي تكون بها تفاعل قوي لياجل انه ارفع بطاقاتي بشكل اسرع صراحة انصح الجميع على هذا الشيء واذا تريد تدخل على القبيلة موجود عندي حساب اخر رابطاني على القبيلة يعني موجود هو بالقبيلة وحياك الله اتوقع انه الكؤوس قليلة جدا في القبيلة خلي هنا انا اطلب بطاقة ونقول بسم الله خلي نبدأ حاليا كذا خلصنا اربع اسئلة تقريبا او خمس اسئلة خلي نهتم شوية باللعبة وبعدين نرجع الى الاسئلة طيب مثل ما تشوفون حاليا ليش اقول دائما انتهتم بالقبيلة اللي متفاعلة جدا مثل ما تشوفون هسا حاليا انا طلبت الاوراق فتشوفون حاليا حاليا مصرى لدقيقتين تقريبا او دقيقة او اقل من دقيقة اصلا ونطوني ورقة من الاوراق اللي طلبتها وهذا اهم شي باللعبة انه تجمع الاوراق بشكل اسرع لياجل انه اطورها بشكل سريع كذا راح نبدأ ندخل لنا جولة خلنا ندخل جولة نغير شوية جو بعدين نرجع الى الاسرع طبعا ما راح احذفها اذا كنت خسرت فيها او ربحت هي مو هذا المطلوب المطلوب انه نغير جو شوية عدي هنا انا ماذا عندي هذه البطاقة راح اذب بطاقة مالتي لاجل انه اكسب وقت وهكذا راح اقدر يا الله شوف جانا راح نقدر نحط هنا انا كذا يلا 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 بسرعة جيد اذا امشي كذا قدرنا نخلص كذا يلا اكتلوا والله راح يلا يلا اصفرن اه ما نقدر اصفرن طبعا توقع راح يطلع الساحرة يا والله اعرفت كذا تقلص طبعا هذه لازم تنتبه عليه اه غالبا من يصفن المقابل العدو لازم تنتبه على هذا الشي من يصفن المقابل وما يذب ورقة يحاول يخل يا الله طينا توقع راح نخسر على هذه الحالة ما راح نقدر نسوي شي نحتاج هذا بسرعة لا خلاص غيرنا الجو نرجع للأسئلة ونكمل الأسئلة اللي قطيتنا اياها طيب طبعا عدنا وحدة اسمها نينا نانا نينا نانا اه يقول انا اسمي في اللعبة المسيطر اهلا وسلم بيك اختي مدري اخي لان الاسم اسم ابني واسم اللعبة اسم ولد الصراحة ما ادري اخي او اختي هكذا اسمها تخليك تلخبط ما تدري تقول اختي ولا اخي طيب فحياك الله باللعبة ونورت اللعبة طيب ننتقل الى واحد اسمها ماد اسموك واللي هذا الصراحة سبب لي جلطة سريعة ولكن الحمد لله خفت عني طيب يقول السلام عليكم يقول لي ارجوك اشرح كيفية تحصيل بطاقات اسطورية من فضلك المشكلة مهنة يا جماعة المشكلة انه هذا الاخ مجاوب على فيديو يتكلم عن الاوراق الاسطورية ويقول لي ارجوك سوي لي فيديو او يشرح لي طريقة الحصول على الاوراق الاسطورية يا اخي هو الفيديو اللي انت علقت عليه انا كنت اتكلم عن طريقة التحصيل على الاوراق الاسطورية فلذلك راح اجاوبك بشكل سريع وما ترجع تقول لي اطيني الطريقة اللي احصل بها على الاوراق الاسطورية طريقة الحصول تحصيل الاوراق الاسطورية اولا تقدر تحصلها من هنا من هذا تحصل منا اوراق الاسطورية تجي تلعب هذه خلال تقريبا اثنين اربع ستة سبع اسبوع خلال اسبوع كل يومية تلعب مرة بهذا المكان راح تطلع لك يا سمن راح نخلص نحن هذي هذا المكان خلصنا ثاني يوم راح اجي راح يلقى هذا مؤشر لي هنا هنا والعبها خلال اسبوع كامل فاهمني كيف تلعب خلال اسبوع كامل راح ينطيك منه تخلص هذه اخير شي راح ينطيك جزء من الورقة الاسطورية مثل ما تشوفينا انا جامع هنا من هذه البطاقة او من هذه الورقة ثلاث اجزاء راح تحتاج تجمع خمس اجزاء ليجل انه ينطيك ورقة اسطورية ومبروك عليك كذا فاهمني كيف فيعني راح تحتاج الى خمس اسابيع ليجل انه نحصول على ورقة واحدة اسطورية اتمنى الفكرة وصت الى كذا طيب الطريقة الثانية انه احيانا احيانا تطلع لك اوراق اسطورية من الصناديق احيانا تبتع الصندوق تلاقي امامك ورقة اسطورية وهذه غير معروفة يعني احيانا تاخذ صندوق نادر ما يطلع لك ورقة اسطورية واحيانا تاخذ صندوق عادي تطلع باوراق اسطورية احيانا انا حتى بهذا الصندوق هذا الصندوق المجاني طلعت لي من عندها ورقة اسطورية فهذا الشي ما تعرف حتى اذا يجيك صندوق نادر مو شرط انه تطلع لك بورقة اسطورية طيب الطريقة الثالثة تحصر الاوراق اسطورية هي تروح من المتجر المتجر احيانا يحط لك اوراق اسطورية هنا تطلع لك اخر شيء هنا تطلع لك ورقة اسطورية تقدر تشتريها باربعين الف ذهب طيب هذا الطريقة الثالثة توقع الطريقة الثالثة طريقة الصناديق هنا راح امطيك معلومة اللي هي انا اصلا ذكرتها بالفيديو اللي انت علقت عليه لكن راح اعيدها بشكل سريع من تطلع لك مثل هذا الصندوق صناديق تطلع لك صناديق نادرة من تطلع لك صناديق نادرة لا تستقدمها بشكل سريع انتظر بين فترة وفترة تقريبا بين كل شهر يمكن بين كل شهر اتوقع كل شهر يجي حدث يقول لك الاوراق الاسطورية اذا فتحت هذا الصناديق راح تكون تحصل الاوراق الاسطورية بنسبة 2% او مضاعفة فيكون الافضل انه الصناديق النادرة ما تفتحها بالايام العادية لا تنتظر هذا الحدث يجي وتفتحها لاجل انه يكون نسبة حصول الاوراق الاسطورية بشكل اكبر اتمنى الفكرة وصلت طيب يا جماعة الخير هذا اللي كان عندنا اليوم اتمنى يكون الفيديو نالي عجابكم اللي عنده اسئلة اكتبها واحنا ان شاء الله راح نسوي فيديو اخر نجاوب على الاسئلة كل ما جمعنا مجموعة اسئلة راح احطها في فيديو خاص واجاوب عليكم واحدا واحدا ولا اترك منكم احدا فاهمين هذا اللي كان عندنا اليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لتجنب مرض كرونة ننصحك باتخاذ الاجراءات التالية سبسكرايبه لايكه كومنته واغسل يديك قبل الاكل وبعدها ولا تنسى تشيك على باقي الفيديوهات اشتركوا في القناة